اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة وفعلوا الجرس باش يوصلكم كامل لفيديو وخلووا لي كومنتي شباب وديروا الجام باش تشجعوني ونواصل معكم بإذن الله اليوم راني مع تلاميذ السنة أولى متوسط راني في الدرس تاع اي دي سكرايب ماي سكول رحين نوصفوا المدرسة نهدوا على الأقسام وين جايين وش عندنا فيهم إلى آخره قبل ما ننتقلوا للكتاب الصفحة مية وثمانية ومية وتسعة لازم نكونوا نعرفوا بعض المفرادات اوكي لقدرتوا ديروا كابتور ديك ديروا وحفظوهم كتبوهم عندكم وحفظوهم اصفوا مدرسة لازم تعرفوا بلي وان كلاسروم اكلاسروم هي القسم ندين عرفوهم وينها ضروا بيها الأقسام نزيد لها اس تولي لي كلاسرومز مثلا يوجدوا انا دت لكم فيديو كيف شو اسكوا نقول there is ولا there are ادخلوا وشوفوا كيكونوا عدنا بزيف اقسم نقولوا in my school there are for example حداش نقسم 11 classrooms اكي البيولوجي لاب اللي هو السايينس لاب ولا مخبر العلم المخبر الفيزيك لاب اللي هو الورشة the كامبيوتر روم قاعة الإعلام الآلي the staff room هي قاعة الأساتذة the canteen هي المطعم المدرسي the library مشي library 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 سح بالخف library المكتبة the school yard من قراش الآخ the school yard الساحة سحة المدرسة اللي تخرجوا تقعدوا فيها العشرة والثلاثة الساحة لازم ديروا فرق بين هذه وهذه play ground هو sports ground اللي هو الملعب ما تغلطوش ما بين school yard and play ground ومن بعد عندنا قاعة الموسيقى أو الرسم اللي عندهم قاعة زيت وش لازم نعرفه لازم نعرفه كيف نقوله القسم التاعي جاي في البرمية في الدوزيام على الزيتاج طوابق سفي الطابق الأول مشي تاع لارض لارض غير شوسي اللي فوقه لازم تطلع درج تروح للبرمية برمية نقوله the first floor اللي تاج الدوزيام نقوله the second floor احنا the first floor and the second floor احنا double o sorry احنا double o الطابق الأول والطابق الثاني برمية تاج دوزيامية the first floor and the second floor احنا لازم نقوله كي جاءوا تهدروا على اللي تاج تستعملوا on نقوله on the first floor on the second floor شفاهم مليح بس كي يضوك نستحقوهم اه الله كيفاش نقوله هذا القسم جاي قدام القسم الآخر نقوله next to كيتلسقو التيم عدتي شو تي next to next to وبين كي نقوله القسم هذا جاي بين القسم الفلاني والقسم الفلاني نقوله between اكي ام بعد كيفاش نقوله مثلا القسم الفلاني جاي في الكوان جاي في الكوان تاع المدرسة هذا كله كوان نقوله at شوفوا هنا دلنا at at the corner جاي في الزاوية فرقنا والسؤال اللي راح نخدم به بزاف اليوم اللي لازم تحفظوه نطقا وكتابة هو وين جاي كذا وكذا in english we say where is for example where is the biology lab where is the physics lab where is the computer room where is the staff room الى اخيره كديرو حوار نروحوا الان للكتاب الصفحة 109 هذا من الكتاب المدرس داك نروحوا للمخطط هو نفس المخطط هنا لونتلكم شوية باش يبانوا لازيتاج هذا الغيت شوسي تحت بعد هنا نطلع الدرج هذا درج ونروحوا البخومية غيتاج اوكي اه لا فكرون كيفاش نقولوا لازيتاج لازم تحفظوهما قبل ما توصلوا هنا احبسو احفظو هذو ومبادعو دولو لغو البخومية تاج قولنا it is on the first floor so the question is انا طولنا example hi where is classroom number seven please ما تنساوش please please مع انتا سيتو يبلي من فضلك سيتو يبلي وين جايه لك لازم نرو ست hi where is classroom number seven please يجاوبوا صادقوا it's on شتو هاي انا قطلكم عليها it's on the first floor اسمه لازم تطلع it's on the first floor near classroom number eight it's on the first floor اطلع ها مليك الدرج اطلع it is near قدامها near classroom number eight نحب نقول near classroom هذين قراءها near near ولا نحب نقول next to classroom number eight مهم قدامها near or next to imagine where is the library where is the library عالغ واش نجاوبوا لازم نقولولو la biblioteca المكتبة راهي في الكوان راهي في الكوان وكي تجي داخل تجيك علي الدك اليمنى في الكوان هكذا قدام la biology لا بقدام المخبر هذي الها دراجع كيفاش نقولوها on anglic نقولو زميلي يقول where is the library please انا واش نقولو the library is at the corner it is at the corner near the biology lab نزيد مقلوب اللي جاي في الجيه اليمنى صافي واش نقول on on the right side on the right side على جهة اليمنى اوكي تحبو تبدو بالجيهة من بعد قدام كذا وكذا معلش جواب الثاني الصحيح هو it is on the right side at the corner next to ولا near the biology lab هكذا هذي ثاني إجابة صحيحة نزيد مثلا نسقسي the staff room سقسي عليها وين جاية where is the staff room please لي جاوب يقول the staff room is on the left كي تدخل جيك على يدك اليسرى so it is on the left side near ولا next to the canteen it is on the left side near the canteen نزيد لكم سؤال سيجاوب صحيحة where is classroom number ten حاولوا الجاوب bravo classroom number ten is on the first floor between ما ما بين عودوا رجعوا المفرادات اللي مديت لكم ما بين between classroom number nine and classroom number eleven هذا وش فيه الدرس سهل ماهل حفظوا هذو الكلمات اللي مديت يسمو فيها هذي وهذي 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 ماذا ماهل كان تكتبوا غير هذا ومطح لكم 6 7 سطور فيهم بركة مع مقدمة وختيمة الله الله نخليكم تهلا في رحكم وفي والديكم وفي اللي أعزاز عليكم وما تخرجوش مدة سلام